ارترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرأي بمشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لمتابعة إجراءات التعلم عن بعد لطلبات المدارس وشدد جلالته على أن آلية التعلم عن بعد يجب أن تطبق وفق أفضل المعايير لافتاً جلالته إلى أهمية مواصلة العمل على تطويرها وتقييمها بشكل متواصل لضمان استمرار العمليات التعليمية وقال جلالة الملك إن صحة وسلامة الطلبة والمعلمين يجب أن تكون على رأس أولوياتنا عند اتخاذ أي قرار كما أعرب عن شكره لمؤسسات القطاع الخاص على تعاونها وشراكتها مع الحكومة لخدمة الطلبة كما عقد مجلس الوزراء اليوم أولى جلساته عن بعد برئاسة رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز عبر تطبيق إلكتروني خاص وكانت الحكومة فعلت تقنيات الاجتماعات عن بعد في جلسات مجلس الوزراء واجتماعات فرق متابعة أزمة كورونا ضمن خطط إدامة العمل ترجمة نانسي قنقر